تشكيل كولر النهاردة اللي بدأ به لو تقدر تقول لنا فكر مدرب سيمة تشكيل كولر لو نستعرضه طبعا 4-3-3 حصل التغييرات الموجودة فيه من عودة عبد المنعم ومعلول ورامي ربيعة ومحمد هاني اللي 4 وراء مروان عطيه رقم 6 الاتنين اللي بيزيده ديانج وافشة وبرسيتاء والشحات وكهرباء يمكن لو نستعرض مثلا بشوف انه هو لعب 4-2-3-1 افشة كان بيزيد اكتر وديانج هو اللي يعني بيتأخر شوية وانت بتدافع 4-4-2 افشة وكهرباء هم اللي بيزيده وبرسيتاء وحسين الشحات على الاطراف وفي النص ديانج ومروان عطيه نجيب اول صورة معنا لسيمبا سيمبا الشوط الاول تكتكيا زي ما كريم قال كانوا بيلعبوا كومباكت كريم دفاع منطقة بالـ 4-4-2 النهاردة هم 4-4-2 سعيدي وفاجئنا بجون بوك اللي هو المهاجم الخبرة اللي عنده 34 سنة 4-4-2 دفاع كومباكت ومنظم عامل رقابة على مروان عطيه سعيدي رقم 10 بيروح معاه منطمان احنا في الاختراك الشوط الاول كان بيعبنا ان احنا كان عندنا بطء شوية في تحضير الهجمة ما كانش فيه في وسط الملعب حد نوعا ما سريع شوية في نقل الهجمة او التحول من الدفاع للهجوم والمشكلة الاكبر كانت فيه القرار في التلت الاخير في اللامسة الاخيرة قرارات اللعيبة تحس ان فيه نوع من الاستسهال للماتش ده اللي كان يعني ان شاء الله اعتقد ان احنا لازم نشتغل عليه عشان مباراة سان داونز هات الصورة اللي بعدها هنا هنبص رقابة على طول سعيدي لمروان عطيه ده الاربعة اربعة اتنين الصورة دي هات الحالة اللي بعدها هنا برضو فكر كولر كان ان هو عايز يختارك الخمس ممرات زي ما حضرتك قلت كنت شايف ان افشا بيلعب قدام شوية جنب كهرابة اهو هنا الخمس ممرات مين حسيني الشحات اخر واحد ناحية الشمال جنبه افشا جنبه كهرابة كهرابة هو اللي بيغطي منطقة العمق وديانج هو اللي بيغطي الحتة اللي هو الممر الداخلي اللي هو الايمن وبرسي توعى الخط فكان بيحاول ان هو يهاجم الخمس ممرات لكن طبعا كان فيه فجوة في وسط الملعب واضحة ان احنا بننقل مفيش واحد بينزل يستلم يسقط عشان نقدر نبني الهاجمة دي كانت مشكلة النادي الاهلي في الشرط الاول تحديدا انه وسط الملعب كان فاضي كولر بيحاول يملي الممرات اللي قدام ولكن فيه فجوة واضحة في وسط الملعب وفيه بطء في تحديل الهاجمة هات الصورة اللي بعدها هنبص هنا برضو رقم عشر رايح مع مروان عطية وجون بوكو اللي هو المهاجم اللي هو بوجاز محمرة هو اللي بيرائب دايما الاتنين المساكين وورا سعيدي مع مروان عطية نكمل الصورة اللي بعدها برضو هنشوف هنا ده برضو هنا الكرارات في التلت الأخير من الملعب حسين الشاحات لعبة حلوة جدا في الديها 56 لبيرسيتاو بيرسيتاو لو مركز أكتر اعتقد من بيرسيتاو لعيب دول كبير لو في حالته كان يقدر يسجلها بمنتهى السهولة هات اللعبة اللي بعدها برضو هنا برضو بص أربع أو خمس لعيبة من النادي الأهلي والقرار في التلت الأخير من الملعب مش حلو دي مش مشكلة لعيبة ولا مشكلة مودر دي مشكلة تركيز مشكلة ان انا لازم اكون مركز في قراراتي مين اللي بيركز اللعيبة اه من المكمل برضو برضو نفس المشكلة مشكلة التركيز فيه او القرار في التلت الأخير من الملعب لازم يكون أفضل من كده احنا روحنا كتير بس عشرين محاولة لو نستعرض أرقام المباراة حلاقي ان النادي الأهلي النهاردة طبعا سجل هدف سمبا سجل هدف الاستحواز قدامنا الأرقام عشان الاستحواز النادي الأهلي هاو 68 و4 من عشر مقابل 31 و6 من عشان كده كولر في المؤتمر اتكلم قال ما تقوليش ان الأداء وحش قوي وأنا استحوازي وصل النهاردة مستحوث 68% مقابل 31 المحاولات على المرمى النادي الأهلي عامل عشرين محاولة هنا الرقم السالب يا كابتن استمع عشرين محاولة منهم اتنين بس صح ده رقم لا لازم يا جماعة القرار في التلت الأخير من الملعب اه ماينفعش في مباراة سانداونز الفرصة النهاردة احنا بنضيعها وقدام مباراة سانداونز الفرصة حيكون لها عاملة زي الدهب في الفرصة قدام في سانداونز المحاولات على المرمى لسينبا تمانية منهم اتنين صح نسبة الفوز بالالتحامات احنا اكتر 51 مقابل 49 التمريرات 636 تمريرة للنادي الأهلي تمريراتك عدة 600 تمريرة مقابل 297 لسينبا العرضيات 13 عرضية مقابل 6 لسينبا اذا النادي الأهلي تفوق الارقام بتقول انها تفوق استحوز راح عجبون كتير لكن كان في مشكلة في اللمسة الاخيرة ترجمة نانسي قنقر